مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر وتسببت بحدوث حالة إرباك لدى المواطنين لسيما رواد الأعمال والطلاب والعمال وكذلك فئة كبار السن توقع محللون أن يتسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في حدوث خسائر مادية كبيرة قد تؤدي إلى تقفيد حجم الانتاج ورفع تكلفة المنتجات ما يشكل بدوره عبءا إضافيا على المواطن نهيكا طبعا عن تأثيراته القطرة على صحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا تقوى أجسامهم على تحمل الحرارة العالية وطلبت الثانوية العامة المعرضين طبعا لإخفاقات دراسية بسبب فقدان الكهرباء وعدم توفر الأجواء المناسبة للدراسة في المنازل كما ترون مشاهدين فأن أحياء واسعة من القاهرة تعيش وقع ظلام دامس على غير عادتها إذ عرفت هذه المدينة بأنها تنبض بالحياة ليلة ونهارا لكن للوقوف على أسباب هذه الأزمة نستعرض ما قالته الجهات المعنية بهذا الملف مثلا رئاسة الوزراء أرجعت الأسباب إلى نقص في معدلات الوقود الواردة بمحطات الانتاج وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تحتاج 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 ألاف طن من المزوت يوميا لإدامة التيار وهو أمر يحتاج إلى وفرة في العملة الصعبة لشرائها لكنها شددت على أنها بصدد تسخير كل الإمكانات المتاحة لحل هذه الأزمة وفي وقت قياسي وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات كخطوة أساسية بغض النظر عن العراقين التي تعترض هذا الملف خبراء الاقتصاد يارون أن تنفيذ هذه المتطلبات في وقت قياسي أمر صعب لأن البنك المركزي يحتاج إلى السيطرة على تدوير سعر العملة الصعبة التي تستخدم أساسا وكأولوية قصوى لشراء المواد الاستهلاكية اليومية ورغم مساعي السلطات في الحفاظ على التوازن بين توفير المنتجات الاستهلاكية والتيار الكهربائي تعالت الأصوات الشعبية المطالبة بإيجاد حل لهذه الأزمة وهنا دخلت الحكومة على الخط وزارة الكهرباء والبترول أصدرت بيانا قالت فيه إنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء ونتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع وزيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال يوميا لساعة إضافية ويأتي ذلك من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية كما أعلن أيضا مجلس الوزراء قرارا بغلق مراكز التسوق في العاشرة مساء باستثناء المطاعم والسوبرماركت والصيدليات لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال عن الشبكة الرئيسية وبطبيعة الحال فأن هذا الملف أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وسط أنباء بزيادة أسعار فواتير الكهرباء خلال موسم الصيف أحمد سلطان وهو خبير في الأمن الإلكتروني كتب عند انقطاع الكهرباء في مصر تتوقف معها المياه عشان ما فيش كهرباء للمواتير والإنترنت عشان لا توجد بطاريات للتشغيل الاحتياطي في السنترال تتوقف شبكة المحمول لألا تغذية كهرباء لكل أبراج الاتصالات أما جودة عباس الفواخري وهو رئيس الاتحاد الشغلين لمول التحرير فيقول ممكن تساعدونا في عمل الطاقة الشمسية للمنازل بالتقسيط وبضمان عقد ملكية المكان ترجمة نانسي قنقر